وقبل ما نكمل كلامنا انا عايز اعمل شوية حاجات اول حاجة انا هقفل الملف ده وهاخد وهاخد الهيستري بالت اجمعهم مع بعض تمام وحقفل البالت كلها هدو ستاب كده ما عنديش ولا بالت موجودة جوه الشغل بتاعي من قيمة ويندو هقوله اديني التون ومن قيمة ويندو تاني هقوله اديني الليرز الليرز اف سبع ادي اللير وانا جمعت معها الهيستري تمام وكمان هروح على ويندو وورك سبيس سيف وورك سبيس هسميها لير انترو 2 اوكي هسايف الورك سبيس دي كده انا سايفت وورك سبيس جواها اللير والهيستري وانا عايزهم في المكان ده بالزبط وعايز افتح ملف جديد فايل نيو الباك جراون تعته لونها ابيض وعيد وهو ديفولت فوتوشوب سايز وبرضو هسميه بنفس الاسم اللي هو لير انترو 2 انا اصدت احط الهيستري معاه لسبب ان انا هرجع كتير في اللي انا بعمله ومش محتاج بالتانية اشوف فيها اللي بيحصل ممكن يكون اكون محتاج انا اشوف النافجيشن بس برضو مش محتاج اقوي اه تعالوا مكبر بس الاول البالتس دي وعايز اقول لك شوية حاجات بسرعة كده اول حاجة ممكن ما يكونش حجم الثرامبنية لعندك زي عندي روح اكليك عليه رايت كليك تمام كليك عليه رايت كليك مش باقي لو ضفنا لير تانية وروحنا دوسنا عليه رايت كليك حاجم عندك ممكن يكون واحد من الثلاثة دون الغالبن اللي بيبقى موجود مع فوتوشوب اللي بيبقى سمول ثم نيل اللي هو ده تمام وانا الاهداف التسجيل هخليه لحيز ان انت تشوف انا بعمل ايه بالزبط احنا ما عملاش حاجة غير ان احنا ضفنا لير تانية زي ما انت شايف هو مجرد ما ضفت اللير هو سميها لي لير واحد ولو ضفت واحدة تانية هيسميها لي اثنين ولو ضفت واحدة تالتة هيسميها لي تلاتة انا فعلا محتاج تلاتة لير عشان اشتغل عليهم هاخد اريكتانجل الماركي بتاعي وحاجة في نص الشغل بتاعي وهاعمل سيليكشن كده صغير زي ده كده تمام وحادوس اولت وديليت اولت وديليت يعني انا مليت الريكتانجل الماركي ده بالفور جراوند القرار بتاعي زي ما انت ملاحظ ان الجزء الاخضر اللي انا حطيته ده ظهر في لير تلاتة بس تمام تمام هو ظهر في لير تلاتة لان لير تلاتة اخر واحدة معمولة يعني هي اللي اكتف دلوقتي طب انا عايز واحد تاني في لير تو اكليك على لير تو ف دلوقتي انا اكتف اللي انا بعمله ده دلوقتي انا دلوقتي جوا لير تو وماذا اتلغبطش ملا ما هعمله انا دلوقتي هدوس كنترول ودي كنترول ودي كنترول وديليت كنترول وديليت انا عملت فيل باللون الازرق وانت مش شايف اللون لازرق بتاعك اللون لازرق بتاعك فين؟ اللون لازرق بتاعك موجود تحت الأخضر طيب عشان نزود الموضوع حيرة او نيكالكاو شوية هكليك على لير واحد كده انا بقيت لير واحد هي اكتف هسلكت تمام؟ انا مش عارف ايه هترسم ايه بزبط لان الانفو بار مش موجود عندي تمام؟ وحاجي اسلكت من اول هنا من اول لحد اخره هنا وهعمل كده اوكي انت دلوقتي عندك ثلاثة لير انت مش شايف ما بينهم منهم غير اللير اللي لونها اخضر بس اوكي؟ انا هدوس كونترول و دي هدي اسلكت تمام؟ وهاخد الموف دول بتاعتي وحاجي هنا وحاجة ودراج طب انا لو عملت دلوقتي كليك ودراج كليك يعني اه left click click شمال يعني right click اه لو عملت دلوقتي click و drag هسحب انهي layer انا دلوقتي الكرسور بتاعي فوق layer المخضر بس ال activated layer واحد cursor بتاعي فوق layer 3 لكن ال activated layer واحد تعال click و drag تمام؟ اوكي هجعل layer 2 click عليها هتبقى هنا click و drag كده انت عرفت ازاي تحرك layer من مكان لمكان عن طريق move tool لو انا دلوقتي layers بتاعي ومجرد ما ه click عليهم right click انا دلوقتي جوا layer 2 هو بيقول لي بيخيارني ما بين حاجتين اول حاجة ان اختار layer واحد لو عملت عليها هبقى layer واحد وهو فعلا اعمل layer واحد يعني لو انا محركها layer واحد ولو هتفتكر ان انا ساعة مدى وسط هنا انا فعلا كنت فوق layer واحد فقداني خيارني ما بين الاختيارات الموجودة layer واحد ولا background area دي ولا اللي تحتها تمام؟ طب انا لو رحت هنا رغم ان انا جوا layer واحد وعملت click هو هيقول لي ايه هو خيارني ما بين layer اللي انا فوقها وال layer اللي تحتها تمام؟ رغم ان انا في layer تاني انا في layer واحد هو بيخيارني ما بين layer اتنين و background اختار ان انا layer 2 هيروح اعمل jump لو رحت هنا ونفست نفس الموضوع layer 3 background okay تعالوا ازود الموضوع نوع من التحيير اكدر دلوقتي انا هارجع للهيسلي و هارجع اوكي وارجع لل layer تاني وهروح ادوس على layer اللونها اخضر تمام؟ واللي معمول لها activation اللي هي layer واحد click بص ايلا حصل ادك كل الليرز اللي موجودين تحت layer اللي انت بتدوس عليه اوكي؟ لو انت اختارت اي واحدة منهم هيعمل لك activation اللي هيبتدي يحركها لك لو اختارت مثلا background وبتريد تتحرك مش هيحركها خالص لهدف ان هي looked اوكي؟ طيب انا دلوقتي هعمل حاجة دقي هروح برضو هدوس واختار مثلا layer 3 اوكي؟ لا درج من هنا وهروح اختار layer 1 اعمل لها درج من هنا تمام؟ اوكي؟ الموضوع بوص على الليرز في اللير بالت اللي هجراله اوكي هو اعمل جنب فين للباكراوند تاني طب هروح تاني هنا اوكي سيليكت سيميلور لير اوكي خد كل الليرز اللي من نفس النوع اللي هما ترانسبيرنت تمام اعتقد كده انت عرفت ازاي تكريتهم اللير وازاي تتحرك جوه اللير حاجة اخيرة بس قبل ما ما نقفل هروح على الباكراوند وحروح اعمل لها ديليت ديليت ومجرد ما بنكليك على ديليت اللير اللي اكتف هي اللي بتتمسح اوكي هروح اديليت اللير اوكي انا عملت ديليت للير اوكي في حاجة برضو ممكن نتفق عليها برضو قبل ما نقفل للدرس ده ان انت لو جيت على اللير وعملتك عليها كليك ودراج بتيجي تحت التانية كليك ودراج اوكي انا هجيب لير 3 مكان لير 2 طبعا الامج بتاعتك ما تضغيرش لان الصور في الامج دي مكان هسابت التغيير الوحيدة اللي هيحصل لو اللير دي عملة انترسكشن مع بعض يعني ايه اللي هيجي فوق ايه جوه الامج بتاعتك كمان ما مش هيحصل غير لو كان ده انترسكتد مع بعض جرب اللي انا عملته ده واشوفك الدرس الجاي مع اللير سبقه اشتركوا في القناة